صباحكم سعيد مجددا عزائنا المشاهدين من الفضاء الأكاديمي كما تحدثنا قبل قليل والعلاقات التنائية ما بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية التشاد لنذهب إلى قطاع على غايم الأهمية القطاع الزراعي وكما تحدثنا في بداية حلقتنا لليوم راح نتحدث عن مهرجان الجوافة الثالث الذي يطلق للعام الثالث على التوالي ودقاء قليلة ويتم إطلاق هذا المهرجان تحت رعاية بإشراف مباشر من قبل معالي المهندس خالد لحنفات وزير الزراعة ضيفنا الكريم داخل الاستوديوهات الدكتور عزات العجالين مدير زراعة محافظة العاصمة والمهرجان يطلق بلواء نعور ليس ببعيدا الآن وهو ليس ببعيدا عننا وكأنني أشتم كما تحدث في بداية الحلقة رائحة الجوافة هذا المنتج الحقيقي الذي نعتز به كباقي المنتجات والمحاصيل الزراعية بكافة محافظات المملكة الأردنية الهاشمية العنوان الكبير هذه المهرجانات عندما تطلق كيف تخدم المنتج الزراعي الأردني بشكل تسويقي يعظم أيضا القطاع ككل بدءا من المنظومة المزارع والبيئة الزراعية وجودة المحصول أول إشي صباح الخير إلى كل الجميع ولجميع المشاهدين الكرام للزملاء بجزء يشوفونا هسا الزملاء في وزارة الزراعة وأخواننا المزارعين في كافة مناطق المملكة مثل ما تفضلت المهرجانات بشكل عام كل مهرجان زراعي أيضا يشتمل على معرض زراعي المهرجان الجوافة الوطني الثالث اليوم إن شاء الله يبدأ وعلى مدة ثلاث أيام ينتهي مساء يوم الجمعة ومثل ما تفضلت حضرتك أخ مجحم هو أيضا برعاية واهتمام من معاري وزير الزراعة الأكرم على مدى الثلاث سنوات الماضية كان من ضمن الفعاريات الحمد لله في زراعة الجوافة وأصبح الإنتاج المحلي من الجوافة يصل إلى حوالي ثلاث ألاف طن سنويا سنويا لكن ثلاث ألاف طن لا تكفي لمتطلبات السوق المحلي لذا نستورد واقعيا حوالي ثلاث ألاف وخمسمائة طن جوافة سنويا وهذا يؤشر بشكل مباشر على تزايد الطلب على شجرة الجوافة ومنتج الجوافة بشكل مباشر نعم صحيح تزايد الطلب والضرورة أنه يجب علينا أن نغطي متطلبات السوق المحلي ونتطلع إلى التصدير يا سيد الكريم نحن نأمل أولا من هذه المهرجانات بأنها تأتي بالفائدة المرجوة منها لما نتشارك في وزارة الزراعة مع أخواننا المزارعين ومؤسسات المجتمع المحلي نأمل من هذه الشراكة بأن ينتج عنها تبادل للمعرفة تبادل للمعرفة والخبرة ما بين المزارعين أنفسهم لأنه نحن نحكي عن مثلا الجوافة أصلا هي ليست من نبتات هذه المنطقة على سبيل المثال نعم مثال صحيح فهي استوائية لكن ثبت بكل جدارة نجاحها وتميزها في مناطق من المناطق الأردن ومهارة المزارع أيضا ومهارة المزارع الأردني الأردني طبعا ورغبته بالتطور صحيح وبحثه عن المعرفة فإحنا نأمل أيضا وأتمنى أنه أخواننا يعني المزارعين بشكل عام أنهم يسمعوني أنهم يبادروا إلى المشاركة في هذه النشاطات وهذه الفعاليات التي وزارة الزراعة تنظمها بالتعاون مع المؤسسات المجتمع المحلي نأمل يعني ليس مثلا ليس في لواء ناعور بالذات وفي محافظة العاصمة ليس المهرجان الوطني الأول أيضا قبل عدة أشهر انطلق مهرجان وطني لنبتات الزينة وأزهار القطف على سبيل المثال نعم نعم فإحنا نحاول جهدنا في وزارة الزراعة أنه نظم هذه الفعاليات جميل من أجل تبادل المعلومات وتبادل المعرفة وتشجيع أخواننا المزارعين قد يصفها البعض بالنشاطات الأمنهجية وتفكير خارج الصندوق أيضا من خلال وزارة الزراعة والقائمين عليها بدءا من معالي المهندس خالد الحنفات وزير الزراعة إلى باقي الكوادر التي تعمل خدمة للقطاع الزراعي والتنسيق والتشبيك العالي المستوى مع مؤسسات المجتمع المدني ومع المزارعين ككل أنا بدأ أشكرك جزيل شكر دكتور عزة العجلي لقدومك بهذه الصباحات الطيبة أتوقع الآن دقائق وينطلق مهرجان الجوافاء الثالث الوطني كل شكر لك دكتور وبشكل سريع العودة إلى قافلة يوم جديد والزميل رعد الرقاد رعد إليك مجددا